بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم ثم أما بعد عزيزة الله بالصف الثاني المتوسط سوف نبدأ بمشيئة الله اليوم في إكمال الجزء المتبقي من درس الموجات وسوف نتحدث اليوم عن الجزء الخاص بخصائص الموجات نبدأ كما تعودنا بالأهداف المطلوب تحقيقها من درس اليوم الهدف الأول أن يتعرف الطلاب على خصائص الموجات المختلفة سواء كانت الموجات التي نتكلم عليها موجات مستعرضة أو موجات طولية الهدف الثاني أن يناقش الطلاب مفهوم التردد والطولي الموجي لكل من الموجات المستعرضة والموجات الطولية الهدف الثالث أن يتعرف الطلاب على مفهوم السعة والسرعة للموجات الهدف الرابع والأخير أن يتعرف الطلاب على بعض التطبيقات على خصائص الموجات هيا بنا إلى الشرح ماذا نريد أن نعرف؟ نريد أن نعرف خصائص الموجات فلنبدأ الخاصية الأولى التي سوف نتحدث عليها من خصائص الموجات تسمى الطول الموجي عندما نتحدث عن الطول الموجي فهناك نوعان من الموجات النوع الأول يسمى الموجات المستعرضة وهي عبارة عن موجات تتكون من قمة موقعان كما تعلمنا في الدرس السابق والقمة هي أقصى إزاح الجزائيات الوسط في الاتجاه الأعلى بينما القاع وأقصى إزاح الجزائيات الوسط في الاتجاه الأسفل أما النوع الثاني من الموجات التي سوف نتحدث عليها فهو الموجات الطولية والتي تتكون من تضاغطات وتخلخلات متتالية تضاغط ثم تخلخل أما عن التضاغط فهو المنطقة التي تكون فيها كثافة جزائيات الوسط عالية جدا أما التخلخل فهو المنطقة التي يحدث فيها تباعد لجزائيات الوسط لما نتحدث عن الطول الموجي للموجة المستعرضة فهو عبارة عن المسافة الأفقية بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين إذن الطول الموجي بالنسبة للموجة المستعرضة هو المسافة الأفقية بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين بينما الطول الموجي للموجات الطولية فهو عبارة عن المسافة بين مركزي تضاغطين متتاليين أو مركزي تخلخلين متتاليين إذن الطول الموجي بالنسبة للموجة الطولية المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين أما الطول الموجي بالنسبة للموجة الطولية فهو المسافة بين مركزي تضاغطين متتاليين أو تخلخلين متتاليين إذن الطول الموجي بشكل عام سواء كان للموجة المستعرضة أو الموجة الطولية الطول الموجي للموجة بشكل عام هو المسافة بين نقطة على الموجة وأقرب نقطة أخرى إليها تتحرك بنفس سرعتها واتجاهها أما الطول الموجي للموجة المستعرضة فهو المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين أما عن الطول الموجي للموجة الطولية فهو المسافة بين مركزي تضاغطين متتاليين أو تخلخلين متتاليين هنأخذ رسمة توضح كل الكلام اللي احنا قلناه بالنسبة للموجة المستعرضة فالطول الموجي هو عبارة عن المسافة بين قمتين متتاليتين يعني من هنا لحد هنا كده ده طول الموجي ومن هنا من القمة دي للقمة التي تليها طول موجي آخر ومن القمة دي للقمة التي تليها طول موجي آخر يعني اللي قدامنا على الرسم ده قمة اثنين ثلاثة أربعة أربع قمة معناها ثلاث أطوال موجي وكذا نفس الكلام بالنسبة للموجات الطولية من مركز التضاغط هذا لمركز التضاغط هذا لطول موجي ومن مركز التضاغط هذا إلى مركز التضاغط هذا طول موجي آخر ومن مركز التضاغط الثالث إلى مركز التضاغط الرابع طول موجي آخر يعني تضاغط اثنان ثلاثة أربعة معناهم ثلاثة أطوال موجية دعنا نراجع كتاب الطالب الطول الموجي بيقول لي تسمى المسافة بين نقطة على الموجة وأقرب نقطة أخرى إليها تتحرك بنفس سرعتها واتجاهها الطول الموجي زي ما شفنا في الشكل الأربع اللي احنا شفناه من شوية يبين الشكل الأربع كيف يقاصد طول الموجي في كل من الموجات المستعرضة والموجات الطولية نبدأ نفصل الطول الموجي بالنسبة للموجة المستعرضة والطول الموجي بالنسبة للموجة الطولية فالطول الموجي للموجة المستعرضة هو المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين أما الطول الموجي بالنسبة للموجة الطولية فهو المسافة بين مركزي تضاغطين متتاليين أو تخلخلين متتاليين نبدأ نتكلم عن الجزء الثاني من خصاص الموجات ولا نتكلم فيه عن التردد لما نيجي نتكلم عن تردد الموجة هو عبارة عن عدد الأطوال الموجية التي تعبر نقطة محددة خلال ثانية واحدة بمعنى أن أنا همسك الستوبوتش بتاعتي وهحسب كم طول موجة عدة من النقطة اللي أنا بدرس عليها كم طول موجة عده هما دول التردد والتردد بيقاس بوحدة زبزبة لكل ثانية أو اهتزازة لكل ثانية واللي بنختصرها في وحدة أخرى بنسميها وحدة الهرتز بيقول لي إذا كنت تراقب موجات مستعرضة في حبل فإن ترددها هو عدد القمم أو القيعان التي تمر أمامك في الثانية الواحدة وبالطريقة نفسها يكون تردد الموجات الطولية وعدد التضاغطات أو عدد التخلخلات التي تمر أمامك في الثانية الواحدة هيا نبدون ما تعلمناه في هذا الجزء من الدرس الطول الموجي هو المسافة بين نقطة على الموجة وأقرب نقطة أخرى إليها تتحرك بنفس سرعتها طول الموج هنجسم الجسمين هو أعبره عن المسافة بين القمتين متتاليتين أو قوعين متتاليين بالنسبة للطول الموجي للموجة الطولية هو المسافة بين مركزية تضاغطين متتاليين أو تخلخلين متتاليين أما عن التردد فهو عدد الأطوال الموجية التي تعبر نقطة معينة خلال ثانية واحدة بالنسبة للموجة الطولية هنعد عدد التضاغطات أو عدد التخلقلات اللي عدت جدامي خلال ثانية واحدة أما بالنسبة للموجة المستعرضة فهعد عدد القمم أو عدد القيعان اللي مرت أمامي من نقطة المراقبة اللي أنا جاعد أراقب عليها خلال ثانية واحدة طالب شاطر يقول لي طب يا أستاذ أنا مش هقدر أحسب الكلام دوت في ثانية واحدة أنا هجيب مثلا 20 ثانية أو 50 ثانية وهجيب عدد الموجات اللي عدت في الفترة دي هقدر أحسب التردد؟ آه تقدر تحسب التردد بسهولة جدا إزاي أستاذ؟ أقول إن التردد بيساوي عدد الاهتزازات اللي حصلت على الزمن بالثواني سواء كان الزمن دوت 10 أو 15 أو 20 أو 100 أو 1000 أيا كان تماما شباب؟ تعالوا نكمل مع بعض خصائص الموجات الخاصية رقم ثلاثة اللي نتكلم عليها من خصائص الموجات تسمى سعة الموجة لما نجي نتكلم عن سعة الموجة المستعرضة اللي قدامنا في الصورة اللي بتتكون من قمم وقعان فهي نصف المسافة العمودية بين القمة والقاع طب يا أستاذ القمة في ناحية والقاع في ناحية ما ينفعش أخذ خط ميل؟ لا ما ينفعش أنا أعتبر إن دوت خط أفقي بين القمم والقاعان وده خط أفقي بين القاعان مع بعضيها وده خط أفقي كمان بين القمم مع بعضيها وأخذ الخط العمودي اللي بيصل بينهم بين القمة وبين القاع وهنكسم الخط ده على اتنين بمعنى إن السعة بالنسبة للموجة المستعرضة هي نصف المسافة العمودية بين القمة والقاع إزاي نحسبها يا أستاذ قمة وقمة 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 هاخذ خط أفقي بيمر بالقمم كله وأدي قاع وقاع 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 هناخذ خط أفقي كمان بيمر بالقاعان كله ونعمل خط عمودي بين الخط الأفقي بتاع القمم والخط الأفقي بتاع القاعان بعدين نشوف الخط دوت قياسه كام ونكسم على اتنين ساعة الموجة المستعرضة هي نصف المسافة العمودية بين القمة والقاع احنا تعلمنا عندما ندرس اي خاصية ندرسها للاتنين للموجة المستعرضة وكمان للموجة الطولية الموجة الطولية اللي قدامنا ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن تضاغطات وتخلخلات متتالية طب يا أستاذ بالنسبة للموجة الطولية اللي فيها تضاغط وتخلخل حسبها ازاي؟ بيقول ان ساعة بالنسبة للموجة الطولية هي عبارة عن كثافة جزيئات الوسط في منطقة التضاغط ومنطقة التخلخل ساعة الموجة الطولية هي كثافة المادة في موقعي التضاغط والتخلخل تماما شباب؟ نرجع كتاب الطالب زي ما تعودنا ساعة الموجة المستعرضة للموجة خاصية اخرى تسمى الساعة افترض انك حركت نهاية الحب الحرة الى اعلى و الى اسفل مسافة كبيرة فانك بذلك تكون قد احدثت موجة مستعرضة فيها قمم عالية وقيعان عميقة اي ان الموجة التي انتجتها موجة كبيرة الساعة والساعة هي نصف المسافة العمودية بين القمة والقاع طيب الكلام ده بالنسبة للموجة المستعرضة طب ساعة الموجة الطولية بيقول لي كمان تعتمد ساعة الموجة الطولية على كثافة المادة في موقعي التضاغط والتخلخل كما في الشكل ست فالموجات الطولية الكبيرة الساعة تكون التضاغطات فيها اكثر تقاربا والتخلخلات اكثر تباعدا بعضها عن بعض مختلفة بذلك عن الموجة الطولية القليلة الساعة فاقتراب الحلقات في النابض المضغوط بعضها من بعض اكثر يسبب زيادة في تباعد الحلقات المجاورة لها اكثر طيب تعالوا نتكلم على جزئية مهمة جدا جدا في الدرس اللي بتكلم عن العلاقة بين الساعة والطاقة التي تحملها الموجة ببساطة شديدة جدا جدا جماعة كلما كانت ساعة الموجة كبيرة معناه ان الطاقة التي تحملها الموجة كبيرة والعكس صحيح بمعنى ان الموجة القوية اللي بتحمل طاقة كبيرة معناها ان هي موجة كبيرة الساعة اما الموجة الضعيفة اللي هي فيها كمية من الطاقة قليلة يعني بتحمل طاقة أقل فبتسمى موجات قليلة الساعة أو ضعيفة الساعة تعالوا نرجع كتاب الطالب ونشوف الكلام دو الساعة والطاقة بيقولي أن الاهتزاز الذي يولد الموجات ينقل إليها طاقة وكلما زادت الطاقة التي تحملها الموجة زادت ساعتها إذن أنا معايا عبارتين متضدتين هما الاتنين صحاها إزاي؟ بمعنى أن الموجة زادت الساعة الكبيرة تحمل طاقة أكثر والعكس صحيح أن الموجة التي تحمل طاقة كبيرة ساعتها أعلى فعنما تحرك يدك إلى أعلى وإلى أسفل مسافة أكبر لتوليد موجة مستعرضة في الحرب فإنك تنقل طاقة أكبر للموجة ولأن الموجات الزلزالية النتيجة عن اهتزاز القشرة الأرضية تسبب الزلزال فإنه كلما زادت طاقة الموجات الزلزالية زادت ساعتها وزادت ضمار الذي تحدثه في أثناء انتقالها على سطح الأرض تكلم على الخاصية الأخيرة من خصائص الموجات واللي هنختم بها درس اليوم إن شاء الله واللي هتكلم عن سرعة الموجة بيقول لي تعتمد سرعة الموجة على الوسط النقل لها يعني إيه كلام ده أستاذ؟ يعني لما نجي نتكلم مثلا كمثال على موجات الصوت موجات الصوت عبارة عن موجات طولية بتتكون من تضغطات وتخلخلات وهي عبارة عن موجات ميكانيكية لا يمكنها الانتقال في الفراغ يعني محتاجة لوسط مادة فقط تنتقل فيه طب يا أستاذ الوسط المادة ده واد قد يكون مادة صلبة أو مادة سائلة أو مادة غازية بمعنى أنه لازم يكون مادة لما نجي نتكلم على سرعة انتقال موجات الصوت في الأوسط الثلاثة اللي أنا أتكلم تعلم دولها نغضي في الدرس الجان شاء الله هنلاجي أنه سرعة الصوت في المواد الصلبة أكبر ما يمكن بينما سرعتها في المواد السائلة أقل من المواد الصلبة أما سرعتها في المواد الغازية والأقربها لنا اللي بينتقل خلاله الصوت الهواء بتكون أقل ما يمكن بالنسبة له مهمة الثلاثة يعني أسرع وسط بيقدر ينتقل فيه الصوت الوسط الصلبة أجل منه شوية الوسط السائل أقل وسط سرعة الصوت فيه بتكون في الوسط الغازي اللي هو الهواء يبقى إذن تعتمد سرعة الموجة على الوسط الناقل لها وكلما زادت سرعة الموجات زاد عدد القمم أو القيعان التي تعبر نقطة معينة في الثانية الواحدة ويمكنك حساب سرعة الموجة إذا علمت كلا من ترددها وطولها الموج باستخدام العلاقة الآتية معادلة سرعة الموجة بيقول لأن سرعة الموجة اللي بتقاس بوحدة متر لكل ثانية بتساوي حاصل ضرب طولها الموجة واللي بيقاس بوحدة المتر فيه ترددها اللي يقاس بوحدة الهرتز واللي احنا قلنا عليها بتساوي زبزبة لكل ثانية أو احتزازة لكل ثانية إذن عين بيساوي لامضة ضرب دال لامضة دية اللي هي الرمز اللي بيقصد به الطول الموجي ودال الرمز اللي بيقصد به التردد وعين الرمز اللي بيقصد به سرعة الموجة واللي بتقاس بوحدة متر لكل ثانية تعالوا نفصل الكلام ده حيث عين السرعة ودال التردد والوحدة الدولية التي يقاس بها التردد هي الهرتز والهرتز الواحد يعني اهتزازة واحدة في كل ثانية أي أن طولا موجيا واحدا يعبر في الثانية الواحدة واحد لكل ثانية أما الحرف اليوناني لامضة وينطق لامضة فيستخدم للدلالة على الطول الموجي هيا ندون ما تعلمناه ما سبق تعلمه الطول الموجي هو المسافة بين نقطة على الموجة وأقرب نقطة أخرى إليها تتحرك بنفس سرعتها واتجاهها وجلنا في منه نوعين في الطول الموجي بالنسبة للموجة المستعرضة أو ما عبره عن المسافة لأفقية بين قمة متتالياتين أو قاعين متتاليين أو بالنسبة للموجة الطولية المسافة بين مركزي تضغطين متتاليين او تخلقلين متتالية اما عن التردد هو عدد الاطوال الموجية التي تعبر نقطة معينة خلال الثانية الواحدة بالنسبة لساعة الموجة المستعرضة هي نصف المسافة العمودية بين القمة والقاع وعرفنا ازاي نقدر نجيب المسافة بين القمة والقاع بالنسبة لساعة الموجة الطولية فهي بتعتمد على كثافة المادة في موقعي التضاغط والتخلق واخيرا سرعة الموجة تعتمد على الوسط الناقل لها وفي معادلة سرعة الموجة بنقول ان سرعة الموجة بتساوي حاصل ضرب ترددها في طولها الموجة اللي هي عين السرعة بتساوي لمضة طول الموجة مضروبة في دال اللي هو التردد تعالوا ناخد تطبيق بسيط على حساب سرعة الموجات بيقول لسرعة الصوت موجة صوتية ناتجة عن الرعد والبرق ترددها 34 هرتز يعني 34 اهتزازة في كل ثانية واحدة وطولها الموجة 10 متر ما سرعة هذه الموجة الحل نطلع المعطيات اللي معنا الطول الموجة بعشرة متر التردد 34 هرتز المطلوب سرعة الموجة طريقة الحل لها حل ازاي هحطه قدامي معادلة سرعة الموجة اللي احنا خدناها من شوية واللي بتقول ان سرعة الموجة بتساوي حاصل ضرب ترددها في طولها الموجة وابدأ اعوض عن كل حاجة في مكانها التردد بكام يا أستاذ ب34 ممتاز الطول الموجة بكام بعشرة يبقى ازا سرعة الموجة عين بتساوي التردد 34 في الطول الموجة 10 هتطلع لي 340 متر لكل ثانية التحقق من الحل قسم الجواب على طول الموجة 10 يجب ان تكون النتيجة هي التردد المعطي وهو 34 هرتز اذا اجابة مصبوطة تعالوا نبص على مسألة من المسألة التدريبية اللي هو متوي البجاح اللي هو انت في البيت تنتشر موجة طولها يعني طول الموجة بتاعها 55.100 متر في وطن اذا كأنا ترددها 6 هرتز فما سرعتها نعمل نفس الكلام اللي طبقنا اول حاجة المعطيات اللي معانا الطول الموجي 55 من 100 متر تمام التردد 6 هرتز المطلوب مني ان انا اجيب سرعة الموجة احل ازاي استاذ بنفس الطريقة احطه جدامي كده على الورجة القانون اللي بنجيب منه سرعة الموجة او المعادل اللي بنجيب منها سرعة الموجة بتقول ان سرعة الموجة بتسوي حاصل ضرب ترددها في طولها الموجة التردد بكام؟ بستة تمام الطول الموجي بكام؟ بخمسة وخمسين من مية لما نضرب ستة في خمسة وخمسين من مية هيطلع للناتج لو افترضنا ان هي ستة في خمسة من عشرة هتطلع تلاتة واضرب كمان خمسة يعني تلاتة فاصل تلاتة تعالوا نضربها على الحزب ونتأكد ستة ضرب فاصل خمسة وخمسين يساوي تلاتة فاصل تلاتة متر لكل ثانية يعني سرعة الموجة ديت تلاتة وتلاتة من عشرة متر في كل ثانية وأسيب كنت تحلوا الموجة التانية بنفس الطريقة في نهاية الدرس أتمنى يكون كل الطلاب استفادوا من الدرس بتاع اليوم وأتمنى كل الطلاب يدخل على الجروب بتاع الواطس حق الواجبات ويحلوا الواجب في النهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم إني أسألك رفع البلاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته